اشتركوا في القناة 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 قليل الاكسجين اندمج الاكسجين مع الغاز سيكون تركيز الغاز أكثر من الاكسجين داخل المطبخ ننصح الجميع في وضع كاشف الغاز لكن الأغلب يجهل أين يستخدم هذا الكاشف و أين يكون المكان الصحيح في المطبخ كاشف الغازات ننصح في هذا المكان المفتوح بالنسبة للمطبخ يكون على مسافة لأن الغاز يكون دوائم في المنطقة القريبة أما بالنسبة للكاشف الدخان المزدوت مع الحرارة نحن نقول أن الركبة بعيدة عن الغاز شوي لأن الحرارة ما حرارة نبعدها يكون مفتوحة منطقة مكشوفة مكشوفة للمطبخ هل خطورة تسرب الغاز على الناس المجدين في المطبخ أو على المطبخ أم لا يتكلم نحن نقول إذا زاد تركيز الغاز في المطبخ ينتشر من الفتحات من النوافذ من البيبان يمكن أن يوصل لكل الغرف ويوصل لكل الغرف والناس نائمة ويفقدهم حياتهم فلازم نتأكد أن نتبع الإرشادات الصحيحة عشان نحاق على سلامتنا والصلاة الجميلة تجنب الكوارث وتجنب حالات الوفيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقية اسماعيل عبدالله الشحي من إمارة راس الخيمة متطوعة في مستجيب أول للطوارئ من مؤسسة الإمارات برنامج ساند نحن تم تدريبنا في برنامج ساند بحيث أن نحن نقوم بالإسعافات الأولية بإعطاءنا عدة تدريبات وعدة برامج أن نحن نقوم فيها بحيث أن نحن المتطوع عندنا ما يقدر أنه يقدم إسعافات أولية بدون ما يكون متدرب في برنامج ساند الاختناق حالة طبية طارئة تحتاج منه أن نحن نستجيب بسرعة وبشكل مناسب بحيث أن نحن من أهم الإسعافات الأولية أنه نحن ننقذ الشخص المصاب بالاختناق لأنه احتمال يكون هو هذا الشخص غير واعي أو أنه هو واعي فنحن نقدم للأسعافات الأولية اللازمة بحيث أن نحن نفتح مجرى التنفس عنده عندنا الاختناق نوعين النوع الأول اللي هو الشخص الواعي اللي ممكن يستجيب لنا إذا سألنا شو السبب اللي أدى إلى الاختناق إذا هو قالنا شو الأسباب أو عنده دوة ممكن أنه يستخدمه فنحن ممكن نتعامل معه بهاي الطريقة وبعدين نحطه في وضعية الإفاقة اللي هي يكون على جنب الشخص ونفتح مجرى التنفس الحالة الثانية اللي هي الشخص الغير واعي اللي نحن يطلب منه أنه نحن نقدمنا الإسعاف القلبي الرأوي فنحن نبدأ في الإسعاف القلبي الرأوي يكون نخلي الشخص على ظهره ونبدأ في إعطاء ضغطات في الصدر ثلاثين ضغطة إلى نفسين في هالحالة أنه نحن نستمر نضغط إليه إن شاء الله يفيق المصاب في حال أنه ما فاق نحن نستمر في الضغط لحين وصول الإسعاف وفي حال أنه أفاق نرد ونحطه في وضعية الإفاقة الشخص اللي هو ممكن أنه مستنشق غاز أو أنه مختنق ممكن أنه يكون يحس بأعراض مثل الدوار الغثيان ازرقاق في الوجه، تنمل في الجسم ممكن أنه يأشر لي، يقول لي أني أنا مختنق هذه بعض الأعراض اللي ممكن نحن نشوفها ظاهرة وواضحة الاستجابة السريعة في حال حدوث اختناق من حريق أو دخان أنه نحن نطلع من المكان إلى مكان واسع وفيه هو بحيث أنه نحن نقدر نتنفس وإذا ما قدرنا أو أنه في سبب عائق ممكن أن نحن نطلب من أي شخص ممكن يتصل في الأسعاف ويوصل للشخص المصاب بشكل سريع رائد متعب، إذا بنتكلم الحين عن الفرق بين كواشف الغاز وكواشف الدخان كواشف الدخان تركب في الصقف في المبنى لأن الدخان عندنا يرتفع أخف من الهواء ويرتفع فوق بعد تركيب كواشف الدخان في أماكنها وأنواعها الصحيحة ما هي الطرق الصحيحة التي يجب أن نتبهها بعد تركيبه؟ أو شيء ما نسكره أو ما نغطي كواشف الدخان بأي شيء من الغطاء نركب له حماية نفس الحلقة هل الحماية هذه لا تأثر على الحساسات؟ لا، أهم شيء لا تأثر على الشعيرة التي في النصف ونركب له نفس الحلقة لتصدمات ثلاثة نبعدها عن الطلاق كيف يأثر الطلاق؟ بشكل سلبي؟ يأثر على الشعيرة، أي شيء يأثر على الشعيرة نجنب بعض الناس يضعون ديكورات ويركبونها في الدكور الداخل لكي لا ينشاف، فهذا غلط هذا يقلل من الأداء؟ يقلل حاسية الشعيرة بالحرارة أو بالدخان بعد تركيب كواشف الدخان، كيف نتأكد من صلاحيات عملها؟ نقوم بتجربة هذا الجهاز بعمل دخور ونضعها قريب من الجهاز الاستشعار ونرى هل هو صح؟ أعطاننا ليت، أعطاننا إضاء، أعطاننا أنذار وعندنا لوحة التحكم، نسكرها من لوحة التحكم بعد ما نجرب الجهاز نقوم بتجربة هذا الجهاز أنا سويت شيء، والله يستر لكن لا تحتون، فريق الدفاع المدني فريق الإسعاطات الأولية موجودين وإن شاء الله خير نبدأ تجربتنا، وهي تسرب الغاز فتحت كل مصادر الغاز الموجودة في المطبخ عن طريق الفرن وغلقت كل مصادر الهواء الموجودة في الصالح النوافذ والأبواب وننتظر وصول الغاز إلى الصالح ونستشعر وصوله عن طريق هذا الجهاز الكاشف الذي سيكشف وصول الغاز للصالح طبعاً الفريق موجودين، ننتظر وصول الغاز ونحن بحماية لأن فريق الدفاع المدني وفريق السعافات الأولية وننتظرين في حالة حدوث أي خطر علينا أن يدخلون طبعاً هذا الكاشف في الحساس من فوق هذا الحساس ويستشعر وصول الغاز قبل ما نحن نحس من رائحة الغاز والآن نحن لا نعرف كم يستغرغ الغاز لما يوصل للصالح كل ما زادت سرعة انتشارة، كل ما زادت تركيزة في المكان فنحاول نحن نزل الجهاز أسفل لأنه مثل ما شرحنا في الحلقة أن الغاز يكون أسفل للحين لا يوجد ريحه للحين الأكسجين موجود الهواء شبه نقي لا يوجد أي شعور أن يوجد غاز عندنا للحين الجهاز أو الكاشف لا يوجد أي شيء أن يوجد غازات في المكان الجهاز أعطاني نذار شكله لقاط شيء الحساس لكن للحين لا يوجد شمشي، أحد من الفريق شمشي؟ أحد فيه أحد كح فيه ريحة غاز شوي فيه ريحة غاز شوي جاي من المطبخ جاي من المطبخ أنا أصل إلى الريحة فيه شوي الجهاز بدأ نداره يقوى فمخرجنا لازم نوقف، أنا حسيت شوي لازم نفتح الدرائش حدي فتح الدرائش بس نفتح شبابيك ندخل هواء لازم خلاص، دعنا نهوي شوي ونكمل نوقف ونكمل نوقف ونكمل بس فتح نفتح الدرائش نفتح الدرائش بس ندخل هواء ونكمل الحمد الله الجو الحين نقي بعد ما طلبت من الشباب يفتحون الدرائش ويدخلون الهواء حتى الجهاز وقف انداره معناه تأمونه طيبة طلبت من الشباب يولعون بخور لأن ريحة الغاز شوي مزعجة تقريبا الغاز استغرق أربعة عشر لخمسة عشر دقيقة لما وصل الصالة وأول ما وفتحنا مصادر الهواء اختفت الريحة الحمد الله شباب يا شباب سوف تبع دير بالك دير بالك ناد الفريق دير بالك دير بالك الله يهديكم شباب حد يضع البخور عند الستارة المناخ ما مصادر قبل قليل هذا شيء لم يخططي لحظ فجأة وذكرني هذا شيء مهم أغلب الحرائق في المنازل بسبب المبخرة المبخرة التغليدية التي نستخدم فيها الفحم وننصر فيها النار سبب رئيسي لحرائق المنازل هناك بديل أفضل و جودته أفضل وهو المبخرة الإلكترونية هذه المبخرة استخدامها جداً سهل و لا تحتاج لفحة و لا تحتاج لأي نوع من أنواع النيران مجرد أن تشغلها بكهرباء وتولع لك البخور نحن دائماً ننصح الناس أن ينتقلون من المبخرة الاعتيادية أو التقليدية إلى المبخرة الإلكترونية لكي سلامت الجميع هناك نقطة مهمة جداً معنا قبل قليل أجبرني الموقف أن أتكلم عنها الحريق كان جداً بسيط فنحن دخلنا بشكل سريع قبل تدخل فريق الدفاع المدني والحمد لله كان جداً بسيط و على طول الطفة الحريقة طبعاً الطفايا ما اشتغلت ويانا كانت غير صالحة للعمل نحن ننصح الجميع دائماً تأكدوا من جودة الطفايات وتأكدوا أن تشترون الطفايات من مكان موثوق أو مكان معتمد و يكون لنا فحص دوري للطفايات كل شهرين كثة الشهر عشان نتأكد من صلاحية عمل جميع الطفايات اللي في المنزل طبعاً أنا أتكلم عن أنواع ومراحل الحراق المرحلة الأولى هي المرحلة البتدائية يكون فيها ظهور الدخان المرحلة الثانية هي ظهور الدخان مع ظهور نيران خفيفة المرحلة الثالثة تصاعد النيران وهذا المرحلة اللي يكشف فيها كاشف الدخان عن الحريق المرحلة الرابعة وهي أصعب مرحلة هي انتشار الحريق بشكل كبير و لازم تدخل رجال الدفاع المدني راد متع بعد تركيب كواشف الدخان و انتشارها في كل المنازل هل قلت عدد الحرائق أو قلت خطورة الحرائق على السكان؟ هو يعتبر انذار مبكر لأصحاب المنزل لاستشعار بوجود خطر أو بوجود حريق أو وجود دخان قبل الحدوث قبل الحدوث يعني استشعار انذار مبكر يستشعر صاحب المنزل أن بوجود خطر في المنزل يخرج عائلته إلى منطقة همان بعيدة عن الحرارة والدخان خارج المنزل لحين وصول فريق الدفاع المدني؟ لحين وصول فريق الدفاع المدني إذا كان دخان كثير وحرارة مرتفعة في المنزل أما إذا كان دخان بسيط يرجع للموقع الحادث أو موقع الدخان وشوف هل هو يقدر يطفيه؟ هل عرفوا عندها خبرة أو عندها خلفية عن استخدام الطفاية؟ نقول أن كواشف الدخان لها دور كبير في حماية الأرواح؟ نعم لأنها تعتبر مستجيب أول للعناصر الموجودة في المنزل تنبههم للخروج ولمنطقة آمنة في المنزل استشعار وإبلاغ رجال الدفاع المدني بوجود حادث في الموقع في المنطقة أو الموقع فيتحركون في أسرع وقت لمعاينة الحادث بعد تركيب جهاز كواشف الغاز، هل نركبه ونخليه؟ ولا كل فترة نتأكد من أداءه، نتأكد من عمله، وشو الطريقة اللي لازم نسويها عشان نتأكد من سلامة الجهاز؟ عند تركيب جهاز كواشف الغاز والدخان والكواشف الثاني لابد من العمل لصيانة كل ثلاث شهور صيانة دورية كل ثلاث شهور؟ نعم، من شركة معتمدة، من شركة التوريد، معتمدة بالدفاع المدني هل هناك شركات ثانية منتشرة، ولكن لا تكون معتمدة أو موثقة؟ هناك شركات تشتري لك من أسواق ثانية هذه ليست مرتبطات بالعمليات على ذكر هذا الموضوع، أعتقد أن تخلنا طريقة عمل كاشف الغاز الآن بعدما يعمل الحصاص اللي في كاشف الغاز يعمل هل الانذار يعرف أهل البيت؟ أو هل هو مرتبط مع الدفاع المدني؟ الجهاز مرتبط أولاً، يعرفون هل البيت أول شيء؟ من طريقة الانذار؟ طلع صوت عالي، والدفاع المدني، إذا كان مرتبط بالدفاع المدني بوحدة التحكم هناك عندنا في العمليات، يقولنا أن البيت أو المنطقة الفلانية أو البيت الفلاني، هناك جهاز الانذاري صحيح، نحن نقوم بالاتصال مع صاحب المنزل نتأكد من سلامتك؟ نتأكد، إذا لم يرد علينا، نتوجه له في أسرع وقت هل إجباري كل منزل أو كل منشئة يتم تركيب جهاز كاشف الغاز؟ بناء على الأوامر التعليمات الصادرة من مجلس التنفيذي في إمارة الشارجة إجباري على المنازل في إمارة الشارجة نيركبون هذا الكاشف؟ الكاشف، البيوت الحالية والبيوت المستحدثة أراد متعب، كيف نقدر ننصح جميع أفراد المجتمع بوضع كواشف دخان داخل المنازل؟ نحن كجهاز الدفاع المدني ننصح جميع فئات المجتمع الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتركيب هذا الجهاز وذلك لتقليل خصائر الأرواح، ثاني شيء للمتلكات نرجو من المجتمع أن يتقبل نظام هذا النظام وتركيب الكواشف بشكل عام على جميع المنازل الصابقة والحالية والحديثة شكراً رائد متعب على هذه المعلومات القيمة وإن شاء الله تكون لها فائدة على جميع أفراد المجتمع هذا طالع منك واجبنا، نقولكم مشكورين وزاكم الله خير شكراً رائد متعب على هذه المعلومات الطيبة، ما قصرت وبعد كل التجارب، هذه يهم الإجراءات التي يجب التباحها وتجنبها عند حدوث الحريق افعل، إذا امتلأ المكان بالدخان، حاول خروج أنت ومن معك وأنت خافض الرأس وغريب من الأرض لأن الدخان في العادة يكون في الأعلى لا تفعل، لا تقوم بتطفية الحريق بالملابس لأن الملابس قد تحتوي على مواد قابلة للاشتعال افعل، فوراً قم بإبلاغ فريق الدفاع المدني وحدد لهم الموقع بكل هدوء لا تفعل، لا تعود إلى مكان الحريق لأخذ متعلقات شخصية لأن النيران قد تحاصرك افعل، عند حدوث حريق أخرج جميع من في الموقع واجعلهم في مكان آمن لا تفعل، عند بداية الحريق لا ترجع إلى مكان الحريق والتأكد من سببه إذا لم يكن لديك وعي بالتصرفات السليمة افعل، قم بفتح الأبواب والنوافذ لتهوية المكان وتخفيف تركيز الغاز لا تفعل، لا تشغل مصباحاً أو أدوات كهربائية لأن ذلك سوف يحدث شرارة ويؤدي إلى انفجار افعل، بادر بإصلاح مكان تسرب الغاز واستبدل الأجزاء غير صالحة على العمل لا تفعل، لا تستمر في استنشاغ الغاز وأخذ وقت طويل في الإصلاح وقم فوراً ببلاغ فريق الدفاع المدني افعل، قم بإغلاق مصدر الغاز المتسرب إلى هنا وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى تكون استفدتم من التجارب والمعلومات التي طرقنا لها في حلقتنا اليوم دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر